وبعد تهجير الشبان ويحاول نظام الأسد تشويه الحقائق وغسل عقول الطلاب في مدارس الغوطة من خلال إجبار المدرسين على حضور اجتماعات دورية لحزب البعث لتدريبهم على كيفية تلقين الطلاب لبعض المعلومات المغلوطة حول حقيقة الوضع الرهن محاولات ممنهجة لمسح ذاكرة الطلاب من الشعارات المناهضة للنظام ونشر أفكار تلائم سياساته نمع جديد من سلسلة الإجراءات التعسفية التي يتبعها الأسد وشبحته بحق طلبة المدارس في المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات الطائفية مؤخرا في الغوطة الشرقية فبحسب ما ذكر أحد المدارسين في مدارس الغوطة لموقع أوريانت نيت تقوم الفرق الحزبية التابعة للنظام بمهمة غسل عقول الطلاب وإجبار المدارسين على حضور اجتماعات دورية مع أعضاء من حزب البعث حيث يتم إلزامهم بالتركيز على دور ميليشيا أسد الطائفية في إعادة الأمن للمنطقة فضلا عن الإعاز للمعلمين بإخبار التلاميذ أن الفصائل المقاتلة والدول الغربية هي المسؤولة عن القصف الكيماوي للغوطة الشرقية ليس ذلك فحسب فقد أورد المدارس لأوريانت نيت أن النظام قام بإرسال عدد من المدارسين الموالين له إلى مدارس الغوطة الشرقية كي يقوموا بدور رجالات المخابرات على الطلاب وبقية المدارسين من أبناء المنطقة وأوضح أن الشعار الأساسي الذي ترفعه المدارس الواقعة تحت سيطرة النظام والتي تدار من قبل شبيحته هو الأسد للأبد الخطوات الجديدة التي يقوم بها نظام الأسد من مسح لذاكرة الطلاب عبر شعارات وأكاذبة لعيم سياساته واستخدامه لمدارسين موالين كمخابرات في مدارس الغوطة الشرقية يرى مراقبون أن الهدف منها زيادة بسط نفوذه على السلك التعليمي في مناطق سيطرة ميليشياته وأن النظام لا يرى في التعليم إلا وسيلة لتغيير الصورة الذهنية للطلاب عن نظام القتل والإجرام وتشويه صورة الثوار ينضم إلينا الكاتب الصحفي زياد الريس من عمان مساء الخير أستاذ زياد يعني بحكم أنك ابن الغوطة الشرقية لو لك أن توصف لنا فعلا ما يجري داخل هذه المدارس مساء الخير لك أستاذ المشاهدين طبعا النظام بداية أصدر أمر أو أصدر قرار أنه اعتبر كل من تغيب عن عمله سواء كان مدرسين أو مهندسين تغيب قبل تاريخ 12-10-2012 وهو تاريخ تحرير مدينة الدومة اعتبره أنه هذا من الإرهابيين ومن المنشقين ومن تغيب بعد ذلك وعدهم أن هناك تعويضات مالية وسيتلقون كافة الرواتب هذا كان أحد الأبواب التي دخل منها النظام إلى كافة الموظفين المنشقين أو المتغيبين أو الفارعين من العمل وبدأت الوعود هنا بدأ حزب البعث طبعا أو شبيحة حزب البعث المتواجدين في الغوطة الشرقية سواء من كانوا داخل الغوطة وكانوا يدعوا أنهم مع الثورة ومن ثم انقلبوا أو من أدخلهم النظام من خارج الغوطة بدأوا باجتماعات وبدأ هؤلاء الموظفون سواء كانوا مدرسين أو أمال كهرباء أو هاتف بدأوا بالتوافد إلى مقرات الحزبية وبدأوا بتقديم الطلبات وبدأوا بالتوسل أن يكون اسمهم مشمول بمن سيعود لهم الريع المالي وسيعود لهم الرواتب طبعا بدأ المنهاج الجديد المنهاج الذي كان يدرس في الغوطة الشرقية في فترات التحرير طيب أستاذ زياد قبل الانتقال إلى المنهاج من عادوا من الموظفين هل ترى بأنه كان لديهم خيارات أخرى بكل تأكيد ليس لديهم خيارات هؤلاء أشخاص مدنيون ومدرسون عاديون الآن هم محكومين تحت عصابة الأسد لا يمكن أن يكون لديهم خيارات أخرى نحن نتحدث عن هؤلاء بقدر ما نتحدث عن السياسة التي يتبعها الآن بشار الأسد تجاه أهالي الغوطة الشرقية وتجاه المنطقة المحررة كاملة التي عادوا احتلها هؤلاء يقوموا الآن بنشر الفكر أن سوريا هي 23 مليون إرهابي 23 مليون عميل وخاين 23 مليون تكفيري فقط بشار الأسد هو الوحيد الرجل الوطني الرجل الصالح لأن يكون هو حاكم سوريا في حال ذهب بشار الأسد سوريا كلها خونة كلها قتلة كلها مجرمين هذا ما يدرس الآن للأطفال يشرحون لهم عن بطولات حافظ الأسد وعن بطولات ابنه بشار الأسد وأن كل الشعب كان يريد أن يسلم سوريا للغرب وكان يريد أن يعطي سوريا لإسرائيل وكل الشعب عميل وكل الشعب تنظيم القاعدة وجبهة نصرة وكلهم كفار وكلهم قتل فقط وحيد بشار الأسد هو الذي يجب أن يحافظ عليه أطفال سوريا وهذا الشخص في حال قتل أو في حال تم إزاحته عن حكم سوريا فلا سوريا ويفضل أن يموت الجميع هذا ما يحدث به بشكل مباشر مع الأطفال يحدثهم عن بطولة بشار الأسد ويقول لهم أن ما حصل في مناطقكم كنتم تجاهدون هؤلاء الإرهابيين قتل هؤلاء من قاتلهم بشار الأسد لدرجة أن بعض الأطفال كان يعتقد أن الطائرات التي كانت تقصف الغوطة الشرقية هي طائرات الإرهابيين التي اسموهم لهم إرهابيين وألزم بعض المدرسين أن يقوموا بإيراد المعلومات كاملة التي يعطيهم إياها الأطفال تجاه أقربائهم من له من المسافرين من منهم هجر إلى ريف حلب ليتم تعقب أخبارهم المدرس الذي يثبت أنه لم يفعل ذلك قد يتعرض للاعتقال لأن هناك مدرسين آخرين يأتون إلى الفصول الدراسية ويسمعون من الطلاب فهذا المدرس حاليا لا يعمل مدرس بكل تأكيد هو يعمل مخبر أولا وأخيرا ومن ثم هو أحد ناشري أفكار الحرث الثوري الإيراني الآن لا يوجد نشر هناك رقابة حتى على المدرسين الذين يتعاملوا مع هذه المعلومات كما ذكر المدرس الذي تواصل مع زملاء في أوريانت نت بأن هناك مدرسين يأتوا إلى هذه المدرس بدور رجال المخابرات لمعاينة الوضع وللتأكد من أن هذه الرسائل المسمومة تصل ولكن السؤال أستاذ زياد إن كان للأطفال أو حتى أهالي الغوطاء الذين قرروا البقاء في مناطقهم في بيوتهم وحتى وإن عاد نظام الأسد باحتلال هذه المناطق هل تنطلي هذه الخزعبلات أو هذه الخرافات عليهم؟ بكل تأكيد لم تنطلي لأنها لم تنطلي على الجيل الذي سبقهم كلنا تربينا في مدارس يعني نسيطر عليها حزب البعث وكانوا ينشرون الأفكار السامة دائما نحن دائما نعول على دور الأهل الأهل طبعا يعون ذلك تماما يعلمون حقيقة ما إجرام بشار الأسد وحزبه ونظامه وشركائه لذلك هذا لا ينطلي على الإطلاق إنما هي محاولة لتشويش نفسية الأطفال وتشويش أفكارهم الطفل يعاني الآن من حالات نفسية عندما يجد نفسه أمام قاتلين أمه وقاتلي أبيه وهم يتحدثون له أن من قتل أبيك هو أمك ومن قتل أمك هو أبيك ومن قتل أخيك هو أختك ليس نحن نحن لا علاقة لنا هذه ليست طائراتنا نحن كنا نحميكم من الذرهابيين هذا قد يؤثر بشكل مباشر وبشكل كبير على نفسية الأطفال لأن هذا سيولد في داخلهم تناقضات كبيرة لكن الطفل الذي يلغون العمر خمسة أعوام فقط يدرك تماما أن هذا النظام مجرم وأن هؤلاء قتله وهؤلاء المدرسين خلينا نقول أنهم مغلوب على أمرهم لأن هناك من يمارس عليهم دور التجسس وليس الرقابة ربما قدر الإمكان هم لن يؤدوا هذه الرسالة بكل تأكيد وأنا أثق تماما أنهم لن ينشر هذه الأفكار كما يريد نظام بشار الأساد إنما سيحاولوا بشكل غير مباشر إظهار نفسهم أنهم يقوموا بذلك لكن هذا لن ينجح معهم بكل تأكيد شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي زياد ريس كنت معنا من عمان وشاهدين بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من هنا سوريا نعود ونلقاكم غدا بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر